بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حصتنا البنائية ستكون مع درس الزمن الخاص بالمستوى الثالث الأهداف أولا قراءة الساعة العقربية والرقمية بالدقائق والتواني مع تحديد العلاقات بين وحدات قياس الزمن وإجراء تحويلات عليها وتوظيفها لحل وضعية مسألة هناك ملاحظة المتعلم خلال السنوات السابقة تعرف على قراءة الساعة تامة والربع والنصف وإلا ربع وهذه السنة يجب أن تشمل جميع القراءات بما فيها التلت وإلا التلت وكذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية مع تركيز على تحديد العلاقة بين اليوم والساعة إذن فلنبدأ على بركة الله بتذكير المتعلمين بمفهوم الزمن إذن ما هو الزمن؟ الزمن هو الوقت الذي نعيشه ويمكن قياسه بوحدات مختلفة إذن ما هي وحدات قياس الزمن؟ هناك الساعة، اليوم، الأسبوع، الشهر، والسنة هناك أيضا العقد والقرن إذن ما هي الوسيلة التي تساعدنا على معرفة العلاقات بين وحدات قياس الزمن؟ هناك وسيلتين أساسيتين هما اليومية والساعة اليومية تساعدنا على تحديد العلاقة بين الأسبوع واليوم بحيث الأسبوع يوجد فيه سبعة أيام وأيضا تحديد العلاقة بين الشهر واليوم بحيث أن هناك أشهر ميلادية عدد أيامها 30 يوما وهي أبريل، يونيو، شتنبر، ونوانبر وهناك أشهر عدد أيامها 31 يوما هناك شهر واحد في السنة الميلادية يكون عدد أيامه 28 أو 29 يوما وهنا يتبير لنا العلاقة بين اليوم والسنة بحيث عندما يكون فبراير 28 يوما يكون عدد أيامها 365 يوما وتسمى بسنة بسيطة وعندما يكون فبراير 29 يوما يكون عدد أيام السنة 366 يوما وتسمى بسنة الكبيسة واليومية أيضا تساعدنا على تحديد عدد أشهر سنة الهجرية بحيث السنة الهجرية تساوي 12 شهرا وهي محرم سفر ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادة الأولى، جمادة الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القيدة، ذو الحجة والشهر الهجري في السنة الهجرية يساوي 29 أو 30 يوما ما تساعدنا اليومية لتحديد تاريخ المناسبات والأعياد الوطنية وفقا للسنة الميلادية كمثال لدينا هنا عيد المسيرة الخضراء يوم 6 نومبر وعيد الاستقلال يوم 18 نومبر وأيضا تحديد تاريخ ومناسبات الأعياد الدينية وفقا للسنة الهجرية كمثال لدينا هنا عيد الفطر يوم 1 شوال وعيد الأضحى في يوم 10 دي الحجة تأتي إلى الوسيلة الثانية وهي الساعة ذا كما نعلم أن الساعة نوعان هناك ساعة عقربية وهناك ساعة رقمية تتكون الساعة من إيطار وميناء به تدريجات وتلات عقار العقرب الصغير يمثل عقرب الساعات والعقرب الكبير يمثل عقرب الدقائق والعقرب الأحمر يمثل عقرب التواني العقرب الصغير يقرأ لنا التدريجات المرقمة من 1 إلى 12 وعقرب الدقائق يقرأ لنا التدريجات بين كل رقم ورقم إذن إذا قمنا بعد هذه التدريجات سوف نجدها 60 تدريجة يعني 60 دقيقة الساعة الرقمية مكونة من جهتين الجهة اليسرى للساعات والجهة اليمنى للدقائق هنا لدينا العقرب الصغير يشير إلى العدد 9 والعقرب الكبير يشير إلى 12 إذن نقرأها التاسعة تماما فنكتبها على الساعة الرقمية جهة الساعات نكتب 9 يعني جهة العقرب الصغير جهة الدقائق نكتب سفرا عندما يدور عقرب الدقائق دورة كاملة ينتقل عقرب الساعات إلى التدريجة الموالية بعدما كانت لدينا التاسعة أصبحت لدينا العاشرة هذا يعني أن دورة كاملة وهي 60 دقيقة تساوي ساعة واحدة عندما يدور عقرب التواني دورة كاملة انتقل عقرب الدقائق إلى التدريجة الموالية دوران العقرب التواني دورة واحدة يعني 60 ثانية إذن 60 ثانية ينتقل فيها عقرب الدقائق إلى التدريجة الموالية يعني أن 60 ثانية تساوي دقيقة واحدة إذن هنا استنتجنا العلاقة بين الساعة والدقائق وبين الدقيقة والتواني من خلال هاتين العلاقتين نترك مهلة للمتعلم لمعرفة العلاقة بين الساعة والتانية نعلم أن ساعة واحدة تساوي 60 دقيقة يعني 60 مرة في دقيقة واحدة دقيقة الواحدة تساوي 60 ثانية يعني هنا لدينا 60 في 60 ثانية تساوي إذن نحتفظ برمز التواني إذن ندينا نضع الصفرين ونضرب 6 في 6 وتساوي 36 وبالتالي العلاقة بين الساعة والتواني هي أن ساعة واحدة تساوي 3600 ثانية إذن الساعة الواحدة تساوي 60 دقيقة والدقيقة الواحدة تساوي 60 ثانية والساعة الواحدة تساوي 3600 ثانية إذن ما هي العلاقة بين اليوم والساعة هذا ما سوف نراه في هذا الدرس فلنبدأ على بركة الله ننطلق مع وضعية البناء والتي سوف نقرأ من خلالها الساعات العقربية والرقمية وسوف نجري تحويلات ونوظفها لحل وضعية مسألة ألاحظوا ساعة افتتاح وساعة إغلاق أحد المتاجر خلال الفترتين صباحا ومساء سؤال أول أقرأ وأكتب ساعة الإفتتاح وساعة الإغلاق في الصباح والمساء ثانيا أحسب عدد ساعات عمل هذا المتجر في الصباح وفي المساء وطوال اليوم خامسا ما هي أطول مدة يفتتح فيها المتجر صباحا أو مساء قبل البدء بحل الوضعية دعونا نذكي المتعلمين بقراءة الساعة العقربية والرقمية إذن في المستويات السابقة تعرف المتعلم على الساعة التامة والتي يكون فيها العقرب كبير في 12 والعقرب الصغير يشير إلى الساعة مثلا هنا لدينا التاسعة تماما إذن ونكتبها على الشكل التاسعة وصفرا على الساعة الرقمية وأيضا تعرف على الربع وهو عندما يشير العقرب الصغير إلى الساعات والعقرب الكبير يشير إلى الرقم 3 فنكتب الساعة هنا على شكل التاسعة والربع يعني التاسعة وخمسة عشر دقيقة وأيضا تعرف على النصف وهو عندما يشير العقرب الكبير إلى الرقم 6 والعقرب الصغير يشير إلى الساعة وهنا بالضبط ينتقل العقرب بين تسعة وعشرة فنقول التاسعة وثلاثون دقيقة وأيضا تعرف على إلا ربع وهو عندما يشير العقرب الكبير عقرب الدقائق إلى الرقم 9 يعني 45 دقيقة والرمز الصغير يكون قد اقترب من الساعة الموالية يعني هنا نقول التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة هنا نطلب من المتعلم أن يقرأ لنا الساعة إذن الرمز الصغير يشير إلى تسعة والرمز الكبير يشير إلى الرقم 2 إذن ماذا يمثل لنا هذا العدد بالنسبة للدقائق إذن سوف نقوم بعد التدريجات من أول تدريجة إلى حدود 2 فنجد عشرة إذن فنقول التاسعة وعشرة دقائق العقرب الصغير يشير إلى تسعة والعقرب الكبير يشير إلى الرقم 5 إذن من هنا إلى هنا خمسة عشرة دقيقة إذن نضيف إليها خمسة تصبح عشرون نضيف إليها خمسة أخرى فتصبح خمسة وعشرون فنقول التاسعة وخمسة وعشرون دقيقة كما يشير عقرب الدقائق إلى الرقم أربعة إذن من هنا لدينا عشرون دقيقة إذن نقول التاسعة وعشرون دقيقة نلاحظ الساعة هنا عندما قمنا بتقسيمها إذن يذكرنا بدرس الأعداد الكسرية فنلاحظ أن تم تجزيع الساعة إلى ثلاثة أجزاء متقايسة وهذا الجث يسمى بالثلث إذن عندما يشير عقرب الكبير إلى الرقم أربعة أو عشرون دقيقة نقول التاسعة والثلث هنا نلاحظ أن العقرب الصغير عقرب الساعة بين تسعة وعشرة يعني أن الساعة العاشرة هي لم تأتي بعد ما زلنا في التاسعة إذن سوف نكتب هنا تسعة الرمز الكبير يشير إلى الرقم الثمانية إذن هنا لدينا النصف يعني ثلاثون خمسة وتلاثون أربعون إذن هنا لدينا أربعون دقيقة لاحظوا معي كذلك التقسيم هنا لدينا الثلث الأول الثلث الثاني بقي لدينا ثلث واحد ويصل العقرب إلى الساعة العاشرة مثل ما لدينا هنا تاسعة وخمسة وأربعون يعني أنه بقيت خمسة عشر أو ربع ساعة للوصول إلى العاشرة فنقول العاشرة إلا ربع هنا تبقى لدينا عشرون دقيقة للوصول إلى العاشرة فنقول العاشرة إلا الثلث هنا سوف نبدأ بالسؤال الأول إذن أقرأ وأكتب ساعة الافتتاح خلال الفترة الصباحية إذن لدينا هنا العقرب الصغير يشير إلى الساعة الثامنة إذن فنكتب هنا تمانية والعقرب الكبير عقرب دقائق يشير إلى خمسة إذن خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون إذن الثامنة وخمسة وعشرون دقيقة هنا نركز على العقرب الصغير هو بين واحد واثنى عشر إذن هل نقول الواحدة ولم يصل العقرب الصغير إلى الواحدة بعد ما زلنا في اثنى عشر إذن نقول الثانية عشر إذن العقرب الكبير يشير إلى تمانية إذن ثلاثون خمسة وثلاثون أربعون إذن ثانية عشر وأربعون دقيقة إذن عندما يكون لدينا هنا أربعون دقيقة نقول الواحدة إلا الثلث هنا سوف نمر إلى الفترة المسائية ونقرأ الساعة إذن العقرب الصغير يشير إلى الثالثة إذن نكتب ثلاثة والعقرب الكبير يشير إلى سبعة يعني الثقائق إذن هنا لدينا ثلاثون خمسة وثلاثون إذن الثالثة وخمسة وثلاثون دقيقة هنا لدينا العقرب الصغير يشير إلى تسعة إذن يعني التاسعة مساء هنا الكبير في اثنى عشر إذن هي الساعة تم إذن نبقى مع هذه القراءة ونشرح انقسم اليوم إلى فترتين الفترة الصباحية والفترة المسائية بين الفترة الصباحية والفترة المسائية هناك منتصف النهر منتصف النهر هو الثانية عشر أو الضهر أو فترة زاويل وهناك منتصف الليل هنا يبتدأ اليوم من الساعة الواحدة الواحدة الثانية الثالثة الرابعة إذن هنا يبدأ فترة آذان الفجر الخامسة السادسة السابعة نستيقظ للذهاب إلى المدرسة الثامنة التاسعة هنا نكون في المدرسة ثم بعد ذلك تأتي فترة الظاهرة أو بعد الزوال نتمم الثالثة عشر الرابعة عشر الخامسة عشر سادسة عشر سابعة عشر ثامنة عشر تاسعة عشر عشرون واحد وعشرون الثانية والعشرون الثالثة والعشرون ونأتي إلى آخر ساعة وهي الساعة الرابعة والعشرون إذن هنا نستنتج أن خلال اليوم كم من ساعة؟ إذن توجد في اليوم أربعة وعشرون ساعة وكان كما نقول ساعة الصفر يعني ينتهي يوم خلال هذه الساعة فيبتدئ يوم آخر إذن اليوم توجد فيه أربعة وعشرون ساعة وهذه العلاقة بين اليوم والساعة إذن هنا الثالثة مساء هي هنا لدينا واحد اثنان ثلاثة هي الخامسة عشر نكتب ثلاثة سوف نكتب خمسة عشر إذن الخامسة عشر وخمسة وثلاثون هي الثالثة مساء وخمسة وثلاثون دقيقة نأتي هنا إلى التاسعة مساء إذن هنا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع إذن هنا التاسعة مساء هي الواحد والعشرون ونكتب هنا واحد وعشرون يعني التاسعة مساء سؤال الثاني أحسب عدد ساعات عمل هذا المتجر في الصباح وفي المساء وطوال اليوم إذن نبدأ بالفترة الصباحية نستعين بالمستقيم العددي لحساب مدة العمل خلال فترة الصباحية نحدد عليه بداية الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وخمسة وعشرون دقيقة إذن سوف ننطلق إلى حدود وقت النهاية إذن الثامنة التاسعة العاشرة الحادية عشر الثامنة عشر إذن الثامنة عشر وأربعون دقيقة والمدة هي بين الثامنة وخمسة وعشرون دقيقة إلى الثامنة عشر وأربعون دقيقة إذن من الثامنة وخمسة وعشرون إلى التاسعة إذن من الثامنة وخمسة وعشرون إلى التاسعة تماماً هنا لدينا خمسة عشرة خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون ثلاثون خمسة وثلاثون دقيقة لدينا خمسة وثلاثون دقيقة من التاسعة إلى العاشرة لدينا ساعة من العاشرة وإحدى عشر ساعة من الحادية عشر إلى الثانية عشر ساعة إذن هنا لدينا ثلاث ساعة ومن الثانية عشر إلى الثانية عشر وأربعون لدينا أربعون دقيقة إذن المدة هي ثلاث ساعات أربعون زائد خمسة وتلاتون خمسة وسبعون دقيقة كما يمكن أن نحول خمسة وسبعون إلى ثقيث آخر هنا خمسة وسبعون دقيقة يعني ستون دقيقة زائد خمسة عشر دقيقة ستون دقيقة يعني ساعة وخمسة عشر دقيقة إذن تساوي ثلاث ساعات زائد ساعة وخمسة عشر دقيقة والتي تساوي أربع ساعات وخمسة عشر دقيقة الآن مدة العمل خلال المساء إذن لدينا البداية هي من الساعة الثالثة وخمسة وتلاتون دقيقة إلى حدود التاسعة إذن الثالثة تليها الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة إذن من الخامسة إلى الرابعة لدينا من الثالثة وخمسة وتلاتون دقيقة إلى الرابعة لدينا خمسة عشر خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون دقيقة إذن لدينا هنا خمسة وعشرون دقيقة ومن الرابعة إلى حدود التاسعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لدينا خمس ساعة إذن مدة العمل خلال المساء هي خمس ساعات وخمسة وعشرون دقيقة مدة العمل خلال اليوم هي مدة العمل خلال الفترة الصباحية يعني أربع ساعات وخمسة عشر دقيقة زائد خمس ساعات وخمسة وعشرون دقيقة إذن هنا سوف نجمع الساعة مع الساعة والدقائق مع الدقائق أربعة زائد خمسة تساوي تسع ساعات وخمسة عشر زائد خمسة وعشرون هي وعونة دقيقة إذن خلال إذن مدة العمل خلال اليوم هي تسع ساعات واربعون دقيقة. سؤال الأخير ما هي أطول مدة يفتتح فيها المتجر صباحا أو مساء إذن أطول مدة هي خلال فترة المساء لماذا؟ لأن خمس ساعات وخمسة وعشرون دقيقة أكبر أربع ساعات وخمسة عشر دقيقة. تلك نأتي إلى نهاية حصتنا البنائية نلقاكم على خير في درسين جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته